أكيد ما فيش حاجة ممكن تعاوض الجماهير المصرية عن أي كلام ممكن يتقال ولكن دايما بنقول إن بيكون في بعض المؤتمرات الصحفية والتعليقات زي ما الجمهور ممكن يكون مشراضي ولكن يهموا برضو يسمع ويعرف بعض الأمور ويعرف بعض الكواليس وكمان مش هنسميها حجج ولكن هنقول إن هي وجهات النظر تعالوا نسمع مستكارلس كيروش قال إيه بعد مجريات المباراة بالأمس المباراة انتهت نحن خسرنا هذه الموجهة النائية للأسف ليس مباراة فقط ولكن خسرنا التأح والنفسه إلى المنديال إذن كل شيء انتهى لا يوجد الكثير من الأشياء يمكن أقولها فقط بعض الكلمات الجميلة لللاعبين وأهنهم على المباراة التي لعبوها وأهن أيضا لعب سنغال الذين يتمكنوا من التأهل بعد مباراة كبيرة أهن السنغال مرة أخرى لا يجب أن ننسى أن السنغال ستمثل إفريقيا في كأس العالم ونتمنى لهم أن يأدوا بشكل جيد هذا ما أتمنه لهم لجأنا إلى ضربات الترجاحية وأعتقد بأن جماهير السنغال عانت بعض الشيء أتحدث هنا بالإنجليزية أعود أتحدث للفرنسية مرة أخرى أقول هنا بأننا خسرنا التأهل أمام السنغال تهنيئتي لمنتخب السنغال كانت كرة قدم مسائية مساء كرة قدم مباراة رائعة وأتمنى لها كما قلت وكما قلت باللغة الفرنسية لا تنسوا بأنكم تمثلون مصر وتمثلون أيضا إفريقيا في كأس العالم وتمنى لكم حظا كبيرا فيها المشاركة في كأس العالم ترجمة نانسي قنقر كوتش ما الذي لم يسر معك على ما يرام هذه الليلة لقد شاهدتم بنفسكم اللاعبون في خمس دقائق طلقوا هدفا مبكرا ولكنهم بدأوا بداية قوية مع ذلك ولكن لأسباب كثيرة بدأنا المباراة فاقدين شيء من التركيز وارتكبنا خطأ في بداية المباراة ومع درجة الحرارة العالية هذه الأشياء لا يمكن أن تكون مبررا ولكن جملة ظروف محيطة بنا وبالمباراة أدت إلى الخسارة في النهاية أيضا عامل التركيز افتقدنا التركيز نوعا ما في بداية المباراة وهو ما أدى إلى ارتكاب الخطأ الذي جاء منه الهدف الآن السنغال سوف تلعب في كأس العالم يجب أن نحترم ذلك بالنسبة لمصر يجب أن تبدأ مرحلة جديدة يجب أن تبدأ التحضير لما هو قادم لبطولة كأس العالم المقبلة هل أتحدث بالإنجليزية؟ نحن تحضير لقد قلت عن نفسك أنك واحد من أفضل مدرب العالم لقد قرأنا ذلك في الصحافة المصرية لقد قلت عن نفسك أنك واحد من أفضل مدرب العالم لا لم أقول ذلك لقد قرأنا ذلك في الصحفة المصرية سيدي أرجو أن تغير السؤال لأنني لم أقول ذلك إذن هذا ما قرأناه في الصحفة المصرية أود أن أعرف لماذا خسرت من اليوسيبي إنما أنت أفضل منه حسب قولك أنت خسرت مرتين من اليوسيسي هل لك أن تفسر ذلك؟ نعم هو ربحان مبران نهائي ضدنا في خلاق أم أفريقيا ليس لدي أي خسارة في أن أقول ذلك وأن أعترف بذلك وبالتأكيد كنت أريد أن أجد أن ألتقي سيسي مرة أخرى لكي أفوز علي ربما لو كنت أعملت مثله سبع سنوات مع منتخب مصر مثل ما فعله مع منتخب السنغال لكان الأمر اختلف السؤال التالي بعد إذنكم أعطيه الميكروفون لو سمحت السؤال الأخير بالإنجليزية سيسي مرة أخرى أعطيه المدير الفني لسنغال وأنت تحدثت عن تهنئة المشاركة هل تعتقد أن لاعبا مثل صلاح وأن كان يجب أن يلعب في كأس العالم وأن تمثل مصر أفريقيا لكي أكون أمينا معك في الرد على هذا السؤال لا أعتقد بأن يجب أن يكون هناك شخص ما في المشاركة وآخر لم يشارك ولكن علينا أن نتعامل مع كأس العالم من خلال فرق قوية ربما هناك أشياء تتحدث عن كرة القدم الآن وربما تلعب الأموال في كأس العالم ولكن يتحدثون عن خصوصية كأس العالم لأنها بطولة خاصة جدا تعقد كل أربعة سنوات وبالتالي إن تكررت كثيرا تفقد قيمتها مثل الماس أيضا عندما يكون كثيرا فإنه يفقد قيمته ندرته هي من تعطي هذه القيمة ولكن هذه الليلة قد دمنا كل الحلول ولكن هذا هو السباق نحو كأس العالم أكثر من 230 دولة تسعى للتنافس من أجل الوصول لكأس العالم وفي النهاية يصل أفضل بين هذه الفرق للمشاركة في كأس العالم وبالتالي هذه بطولة خاصة وفريدة من نوعها اليوم كان حلمي هو الوصول بمنتخب المصر للمرة الخامسة إلى كأس العالم ولكن لم أحقق ذلك حققها السيسي وبالتالي انتهى الحلم وأتوقف هنا وحان الوقت لكي أترك الراية لشخص آخر يتولى المهمة شكرا جزيلا كوتش وتمنياتنا بحظ اشتركوا في القناة